مقطع اليوم يا حبايب لازم نشوفه الكاملة صراحة مقطع كلش مهم مقطع اليوم عبارة عن قصة بناية اسمها مريم قصتها بالكامل عبارة عن شخص مجرم قرر انه يتقدم لها للزواج المريم ولكن مريم هي رفضت وهي اهلها مقبله وانه يتقدمون او ميقبلون بالزواج من هذا الشخص فهذا الشخص صراحة تسوي عمل صراحة كلش قذر انه قدر نقول كلش اجرامي واللي هو البناية اميرة اللي عمرها 17 سنة انتظر انه اهلها يطلعوا من البيت بعد ما طلعها من البيت يا حبايب دخل عليه وهي كانت نايمة لا تدري اي شيء قرر انه يذب عليها تيزاب طبعا ما يعرفينه تيزاب هو سائل يعتبر كلش حار ويسبب التشوهات وهو بكل دم بارد ذب هذا تيزاب عليها وهي نايمة مثل ما شايفين هذا اللي صار بياها يا حبايب طبعا هذا حسبه بالانستغرام وهي طلعت حجة على هذا الموضوع بالكامل بسبب اشخاص اللي حابين ينساعدوها باللخص الاشخاص بالعراق يا حبايب اللي يعرفون شي يعني خط زين خط زين يا حبايب اي واحد عنده خط زين بداخل بالعراق يقدر تبرع على هذا الرقم اللي طالع قدامكم برصيد عمد هذا الرصيد يا حبايب ان شاء الله راح يتحول الفلوس وهذه الفلوس سيحصل بها عملية لهذه الليبنية اللي تحتاج تقريبا عشرين عملية ان شاء الله يا رب ترجع متل اول وكيد يا حبايب راح نقدر نساعدها اي واحد من العراق مثل ما شاء الرقم يا حبايب يروح يتبرع له بخط زين طبعا من نسبة اشخاص اللي يسيلون الان شنو صار بيه هذا المجرم للأسف هذا المجرم الى الان تم القبض عليه صراحة شي للأسف سيئ باسم اليوتيوبر اللي حتشوا عن الموضوع اللي هو ريدر نزل هذا الستوري كاتب حبايب اللي يقدر يتبرع ليقصر بعد النزل هذا الستوري كاتب استغرب من الناس اللي تنشرع الطوبة والمفوز من المنتخبات ومادري شنو بس من بلدهم صاروا بيها موقف انساني ومحتاجوا مساعدة ما ينشرون المهم هذا الحساب اللي بنية اللي يقدر يساعدها طبعا ما يحتاج تعاطف لانه متأكد هذا امتحان ومرحلة راح تعدية طبعا نطلب اكيد من كل يوتيوبر انه يطلعون يحتجون بهذا الموضوع مثل مصطفى ريدر عمود يقدر يساعدون بيت بلدهم ويصلوا لحباب لنها صليت المقطع تما أعجبكم بس شورك